الآن سنتحدث مشاهدينا عن الحاجة الفنلندية لدخول حلف شمال أطلسي بأنها ليست أحدية الجانب بل طبعا هي متبادلة المنافع للطرفين إذن اندمام فنلندا للنيتو يضيف للأخير جيشا قويا ويضاعف طول حدوده مع روسيا وبالتالي طبعا يساهم بتعزيز دفاعات جناحه الشرقي في مواجهة أي هجوم روسي هلسينكي تمتلك جيشا كبيرا بالنسبة لعدد سكانها وحجمها في أوروبا فما يقرب من ثلث السكان البالغين فيها هم من جنود الاحتياط هي قادرة على حشد 280 ألف جندي في زمن الحرب والاعتماد على احتياطي يبلغ بالإجمال 870 ألف جندي فهي من الدول الأوروبية القليلة التي أبقت على نموذج التجنيد الإجباري كما أيضا تمتلك واحدة من أفضل ترسانات المدفعية وأكبرها في أوروبا مع 1500 قطعة مدفعية ضخمة وذاتية للحركة فيما قواتها الجوية أيضا تقوم بالأساس على نحو 55 طائرة F-18 الأمريكية الصنع مع تعاقد على شراء 64 طائرة من طراز F-35 إضافة طبعا إلى كل هذه القدرات العسكرية من شأن فنلندا توفير مزايا جغرافية رئيسية تعزز دفاعات الناتو فحدود فنلندا مع روسيا تمتد لأكثر من 1280 كيلومترا وستساهم بتقريب الحلف أكثر إلى شبه جزيرة كولا الروسية علما بأن كولا هي أرض استراتيجية تقع على بعد 177 كيلومترا شرق الحدود وهناك تحتفظ روسيا بغواصات الصواريخ الباليستية وأيضا الرؤوس الحربية النووية وأيضا يتمركز الأسطول الشمالية إذن انضمام فنلندا إلى الناتو وربما السويد لاحقا قد يغير المشهد العسكري من البلطيق إلى القطب الشمالي إذن لدينا قوة ردع للحلف يقبلها مخاوف من التصعيد مع روسيا التي تشكل أراضيها أكثر من 50% من ساحل المحيط المتجمد الشمالي موسيقى موسيقى موسيقى